أنا مسلمي كوجيكون دواصم نبو الماتسو عندما بدأت أول باتل يجلك رائع الغيب أعتقد بعد أن أعطيت أقرأه طبعا أنه أعتقد شينكو بريست شرعو عليكم ورحمة الله ومتركاته أحرم بكم في هيروز أبلاغ اليوم سألوي مراجع لي لعبة ميتا فوس فانتازيو أنا توقع أني لعبة السنة فقط لعبة السنة لعبة من فوق العشر سنواته ما لعبت لعبة ما لعبت خلونا نبدأ شباب بالربيد سامي لقصه للعبة عطينا باختصار لعبة أهم شي ما يكون فيه سبويلرس والله أوكي بالاختصار انت الهيرو تريد تنقص شخص اللي قاله حسد كرس لا حسد يكون أو الهكس أو كيف يقوله حرز 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 على ما يسموه صاحب السمو البرنس هذا البرنس اللي سواها واحد هم يتوقعوا انه هو اسمه لوي اللي كل حد يقول انه قتل الملك بعدين فجأة يطلع والله يتذكروا هذا مجوريز ماسك يطلع كذلك حقر كبير فوقت السنة وهو بيقرر أين من الملك بيكون وأي حاج يقدر يكون الملك في العالم عشان هذه القصة دور حول من يمسك الحكم ودور على فكرة العنصرية أنه كل قبيلة كما يسموها كل قبيلة عندها تكره الثاني يعني هذا القبيلة لا تتعامل مع هذه القبيلة هذا القبيلة لا تتعمل مع هذه القبيلة أكثر شيء عن العنصرية كل قبيلة تكون فوق اي دور أين تكون فوق الثاني أحسن من الثاني وهذا القصة العام وانت تطلع الحرز من البرنس وانت تكون ملك القصة تتغير بعدين، انا لم أخرب عليكم، هي هذه البداية هل تكون انت الملك؟ هل تكون انت الملك؟ ولا يكون الملك؟ اذا انت مالهار حسنا، ندخل في نتحدث عن اللعبة، وانت تتحدث عن اللعبة وانت تتحدث عن شبه مع الناس ما تتحدث؟ هي من نفس الاتفاق لكن تقوموا بعمل الاتفاق اسمه Project Zero اذا لم تتذكر وهذا الاتفاق من 2014 تتذكر عنها كانت اللعبة أنها فانتزي، لأن أتلس وهو البرسونة والذي تقومون ببرسونة شن ميجامي تنسي، لأنه إن كانت يودلت الشن ميجامي تنسي، ولكن لا نقوم بعمل فانتزي وكانت فكرة أنه سوف نقوم بلعبة فانتزي، وهذه هي فرق هذه الانتزي يعني ممكن نقول هذا الهي دمج بين البرسونة و لا يوجد دمج بين البرسونة وسمتي، هي ميكس بين الاثنين حسناً، واضح، إذن ممكن أن نعتبرها نفساً، ستايلة أصلاً, هي أتلس في الآخر هي أتلس، وهنا السابق التي مسوي Persona وسمتي نعم، إذن، نعم، نعم، قليلاً، حين يبدو مختلفة عن جي أر بيجي أو ترموك، هي مختلفة عن أر بيجي بالذات، لكنها لديها نكحة أتلس أتلس مثل Persona، هناك بعض الدنجون، تذهب لهم وعندك مثل البرسونا عندك كم يوم عشان تخلص دنجن معين وتدخل فيه و لازم تسوي لفل أب وهذا اللعبة مهمة وواقع تسوي لفل أب اللعبة ما تقدر تسروح مكان بدون لفل أب يعني أنا ياباني ياباني بيور ما مثل أمريكي انت تقدر تروح المكان عالي سامي ما نفس الطريقة لازم تدخل في الترن بيست أنا شفت أنك ممكن تقتل وحوش بدون ما تدخل في الترن بيست أيوه تقدر تقتل وحوش إذا انت ما في الترن بيست إذا أنت لفل مالك أعلى منهم إذا لفل مالك أعلى منهم ستقدر تقتلهم في ضربة ثلاتة لكن أيضا نفسك منك أو نفسك ستذهب في الترن بيست موض والترن بيست موض مثل كل لعبة بروسونا تحترم في أتاك 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 إسكيب حركة جديدة تسمى سينتس dud لكن أول شيء يجب أن أفهمكم هذا مثل هم مثل Persona في الآخر نقول مثل Persona بس سموهم Archetypes يعني الخارج الأولى يحصل شيء يسمى Seeker هذا Seeker يكون عنده حركات معينة يكون عنده Magic Wind Magic ويكون عنده حركات ثانية التي يسوي بوفها للخارج واللعب الثاني هونكل أو هل سيت اسمه ذلك الثاني بو أخرون يكون عندهم واحد يكون عنده Warrior ووحدة هذه الثانية ينكل يكون عندها Knight وكذا بعدين تسوي لهم Level Up و Level Up عندك أكثر من طريقة طبعا تفضل وحوش أو تحصل أيتمز اللي تزيد البرسنتج يعني يعطوك Short Cut يعني ما سهلو لك شوية بعض الأشياء زين في شيء بعدني ما أفهمت عندما تذهب إلى المكتب الذي لدي الشيخ صرح جارس يأتي لك من نفس شكل الجسم وكل مرة يأتي لك شيء تفتح يأتي لك قلب عشان تفتح حيوالتي أو شيء أيها أيها الفكرة هنا الفكرة أن أنت عندك المنو وكل مرة أنت تسوي لينك عشان هذه اللعبة مثل Persona أو أي شيء لا أستطيع أن نتكلم عن اللعبة بدون أن نتكلم عن Persona مستحيل ويقولون لماذا تقارن مستحيل أن تقارن نفس التيم الذي نسموه Persona أو هذه مستحيل عشان نفس الفكرة أنت مثلا نحن تسوي لينك مع تتكلم الشخص يكون البوند ما لك يصير قوي يعني يكون رنك رنك وان ورنك دو يعطيك الاركيتيب مارا يعني الفيري الذي يديك يعطيك Magician الناس الثاني يعطيك أركيتيب ثاني وكلما تسوي لهم كلما يتعطيك أدفانست أركيتيب يعني نفس الجوب لكن أقوى يعني بدل ما يكون عندك ماجي يكون عندك ويزارد ويكون عندك ماجيك سيكر نايت بيكون عندك ماجيك نايت وهكذا يعمل يعني اللعبة عميقة في في الجيمبلي ما لها لكي كل الوحوش عندها نقطة ضعف وفي هذه اللعبة يجب أن تستعمل لنقطة ضعف لكي تقتل الوحش وصعب جدا 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 إنك تحاول بدون نقطة ضعف الوحش لكي تحاول أتى إعطيهم النقطة عندك إذا أعطيتهم النقطة هذلك الكريستل يكون كريستل صغير هذلك الكريستل يعني عندك دور ثاني يعني يزيد لك دور تقدر تضربه الزيادة وعندك سنتزيس اللي ياخد دورين لكن إذا انت تسويها مع الويكنس ينزل بس شوية وتقدر تسويها مرة ثانية عميقة واقد بس يا ربي بتموت واقد يعني يحتاج لما يشرحوا لك الطرق هذي كيف تسوي لازم تقرأ عشر ساعات أصلاً عشر ساعات ترى توتوريال أول عشر ساعات توتوريال وكل اختصار توتوريال مزيد ندخل بعدين دعونا نطلع الموضوع لا أريد أكلم هذا الميزيك صراحة هذا الميزيك ملسنة مين هذا المقنون أعتقدم شوكرو هذا مقنون هذا مصاحي هذا يمكن من أحسن مؤلفين من موسيقى أنا رأيته في الألعاب هذا فوق مع كوجي كوندو يا أخي هذا مسلم كوجي كوندو واصل نبوه المتسو عندما دخلت أول باتل يأتي كثيراً نعم هذا أعتقد بهذا أنا راح تقرأ أولاين هذا أعتقد شينتو بريست ما الشينتو أعتقد هذا يقول سوتراز هذا يسموها سوتراز عندهم سوتراز يعني كنا نشيد إسلامي عندهم نشيد ديني ما إسلامي ديني قصدي يعني مسيح ما مسيح شينتو ما أعرف شباب بي هذا الشيء جديد أنا أسمعه هذا هاي بريست مكتوب بأن هذا الرجال يقول اسمه هاي بريست أو ما أعرف أي شرائن في يابان من كذاك استغرب يقول يا ربي يجايبين هاي بريست في بعض الألعاب أو بسلسل شيء سماء كيلي فيها أشياء زيني أول تتصغرب الموسيقى بعدها تكون عادية لكن الفايت الموسيقى من هذا من القتال يا ربي يا ربي مسحو في الأرض يعني هذا فنان فراحة فنان فنان معروفين أصلا كل موسيقى فنان مرة أن يروحوا جاز مرة أن يروحوا شوية لكن أكثر شيء شوية سموذ بلوز وجاز أكثر شيء في فرسونا هنا لا هنا راحوا نحنا تريدوا فانتيسي برعاتكم فانتيسي يعني فانتيسي حقيقي حقيقي من أحسن موسيقى الحين سمعتها في هذه السنة وطبعا المنافسة ما صعبة يا هذا يا فانتيسي الباقية خلا نكون واقعين ما في غير يا هذه تكون لعبة السنة يا فانتيسي 7 ريميك أوه 16 سنة حسنا 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 والحين الشخصيات فضيعة الشخصيات فضيعة الهيرو أخيرا يتكلم هذا فضيعة حياتي ما شفت تركيز على اللعبين أكثر ما في هذه السوالفة الغبية مثل الهيرو يعني أنت لازم تروح توصل لثمانية الرانك عشان تروح تطلع معها لا هذا فضيعة ما في هذه السوالفة هذه كانت تخرب اللعبة ما ها منك هذه السوالفة ها منك اللعبة ها منك القصة ها منك الشخصيات ها منك من تريد تحب ما تحب هذه لا تركيز على الفانتيسي تركيز على القصة تركيز على الأشياء التي تجعلك تحس أنك في مغامرة هناك شيء ملاحظة تركيزني أن بداية لعب اللعبة الولدة عندك حلام الكتاب عندما يقرح الفيري يتكلم عن حضارتنا ايه يتكلم عن حضارتنا هل هذه السوالفة بعد حضارتنا عبارة أم لا؟ سبرايز 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 ووحوش اسمهم يعني بشر هذا يبعد نفس الموضوع لكن وحوش أشكالها أشكالها بشر بشر كذلك وحش داخل بيض بيض محفوص أقول لك بيبي عنده رقلين وفم كذلك بشكل واحد كان كذلك أقول لك هذا المالاتلس يعرفوا شغلهم هذا المالاتلس يعرفوا شغلهم هذا يجعلهم أنا الحين أي شيء لما أتس يقول لي أننا نأخذ سنتين ست سنوات عشر سنوات أقول لهم خلاص على كيفكم سوء ما تريده مزيد ما هي السلبيات التي رأيتها في اللعبة؟ السلبيات والله أنا لا أرى واقع السلبيات أكثر يعني السلبيات ما كان عندي سايف سلوت زيادة يعني أنا أريد سايف سلوت واقع لذلك اللعبة أنا أحتاج أرقع مرة على ورا في أشياء تلوفك يعني مثلاً في أشياء تريد تخلصها قبل فترة معينة وما بتقدر إذا بيقول لك أنا بعد ثلاثين أغسطس أنا ما أقدر ما ما يسموه أنا أحتاج هذا هذا الأيتم قبل تاريخ ثلاثين إذا ما حصلته خلاص راح الكوست أوكي وفي تروفي عشان تحصل كل الكوست تنركز شوي لا حقيقي حقيقي أوكي بالنسبة لي أنا أحادي تكسيم واجد كلام يا أخي أحياناً حتى تتكلم هذا هذا أتلس أنا ما أقدر واجد أجلس هذا سم تي بيكس بس سم تي وبرسونا لازم يكون تكست فيه لازم أنت تعرف عن الشخصية لازم تعرف يتكلموا كيف تعرف عن القصة إذا ما يقول لك ويش ويش قصة هذا هذا القبيلة ولا هذا البقرون ولا هذول اللي شكلهم كانوا سنانير ولا اللي شكلهم كانوا مخفاش يعني ما بتعرف إذا إلا لو يتكلموا واللعبة بعدين تدخل في أشياء عميقة يعني في واحد من الشخصيات يعني ولده مات وياخذ عنده هذا إيش اسمه عنده عنده معاه يعني ولده الآشز الآشز أيو معاه ويقول أنا بس أريد أشيل الآشز وأحطه مكان هو بيفرح يعني هو يقول أنا سنين أنا ما ما كنت مع حد عشان من كثر الحزن والدي يوفى أنا رحت أخبي عمري عشان ما كنت أريد أشوف العالم يعني أشياء يعني شوية تعور يعني الآشز الشباب اللي هي نفس الهنود يستقلوا يحرقوا الجتة بعدين يطلعوا مثل تراب يصير يعني يعني يحطوا داخل شيء هذا قدو أوكي بالإيجابيات الإيجابيات بالإيجابيات هذه اللعبة بكبرها إيجابية أوكي خرص يعني أنا ما حصلت ما حصلت شيء أقدر أعلق فيه غير أن مرات أنا كنت أتعصب ليش أموت كذا عشان يوحوش حقيقي على هارد ما يخلوك ما يرحموك ما يرحموك على الطول يشوف مالك طاق 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 أنا أتوقع بسكور من حين عشرة لا لا هذه عشرة هذه عشرة من عشرة حتى ما لازم ما يقولوني إذا مشوفتوا إسابتي وأنا بادل فيديو وقال قلنا لكم من بن اسماننا نحن نحس أنه هو اللعب إذا إذا سوينا فيديو بودكاست طبعاً إحتاجت ساعة ساعتين عشان نتكلم في البودكاست عن راحة معي نقدر يعني نسوي الحصة إذا كنت تريده إذا أنتوا بتخلصوا اللعبة أصلاً معاي مين بي خلص اللعبة معاي نشوف كيف زين في النهاية شباب هذي اللي قدرنا نتكلم عن اللعبة لأن اللعبة مشكلة أي شيء يعني نعطيكم معلومة زيادة بكل نحن نتكلمنا أكثر شيء عن الجيم بلاي وعن الشخصيات لكن عن القصة بالشكل العام أنت كيف تغامر وخريطة كبيرة على فكرة الخريطة ما صغيرة وعشان تسافر من مكان من مكان لازم تاخذ يومية يومين عشان توصل لهذاك المكان وهذا هناك تقوي علاقاتك مع الناس فيه واجد أشياء فيه واجد أشياء فيه واجد أشياء يعني اللعبة ما صغيرة ثمانين ساعة ثمانين ساعة ثمانين ساعة ثمانين ساعة ثمانين ساعة إذا تريد تلعب اللعبة يعني يطول معا فأتوقع هذه اللعبة بيكون إذن شباب في النهاية لا تنسوا لايك شير سبسكرايب ولا تنسوا بيبي